لا تهدأت حركات الميدانية على الأرض شمال شرق سوريا ويبدو أن ميليشيا قصد تدرك جلياً أن التهديدات التركية ليست مجرد كلام ويجب الاستعداد المكثف لكفة السيناريوهات المحتملة متسلحة بالموقف الأمريكي رفض للعملية العسكرية التركية ضدها فيما تعد رسالة أمريكية واضحة إلى تركيا الرئيس جو بايدن يمنح تفويضاً لوزير دفاعه لويد أوستون بالصلاحيات واتخاذ القرارات بشأن استثناء مناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها من عقوبات واشنطن على حكومة ميليشيا أسد أي كفة المناطق التي توجد فيها قوته البيت الأبيض أوضح أن بايدن فوض أوستون بالسلطات والمهام المخولة له فيما يتعلق برفع قيود معينة على مشاريع البناء والإصلاح لدعم حملة مكافحة داعش في سوريا والعراق واتخاذ أي قرارات وإرسال إختارات للكونغرس حول الاستثناء من العقوبات وهو ما يعني بضرورة إمكانية استخدام تلك الاستثناءات للضغط على أنقرة المصرة على عمليتها العسكرية شمال السوريا محللون عسكريون ربطوا بين قرار بايدن الجديد وبوادر ما تبدو اتفاقيات بين ميليشيات أسد وقسد والاحتلال الروسي الذي لم يكتفي بتعزيز وجوده شمال شرق سوريا بل إنه سارع إلى نشر منظومة دفاع جوي قصير المدى في مطار القامش لشمال الحسكة وحرك ميليشي أسد نحو تلرفعة شمال حلب فضلا عن تأكيد زعيم ميليشي قسد مظلوم عبدي على أن قواته منفتحة على مشاركة ميليشي أسد في العمليات القتالية مطالبا إياها باستخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية وهو ما يعني إدراك بايدن وإدارته أنها لعقصها يدفعها للارتماء بحضن روسيا ويجب اتخاذ إجراءات تبدد مخاوفها للاستمرار في حماية مصالح واشنطن في المنطقة ترجمة نانسي قنقر